قرار توجيه الشكر لميستر كروش هو على السحة بشكل كبير وان الناس بيقولوا طب هو ليه قعدنا اسبوع وليه ادينا اسبوع على اساس ان نستنى نتيجة مطش السنغال واعادة المباراة ولا لا يعني ده الكلام اللي كان بيدور في الوقت ده وان ده اجازة اسبوع بحيث ان احنا نشوف ايه الوضع بالنسبة لميستر كروش في هذا اللقاء ولكن فجئنا النهاردة برح يقوله توجيه الشكر لي عايز اخد رأيك في النقطة دي وما بعد كده هياخدك في اسئلة خاصة به المدير الفني الجديد اللي ممكن يكون يعني فيه بعض الكلام عليه سواء وطني او مدير فني اجنبي كبت المسلمين هو طبعا خلينا نقول بس الجلسة اللي هو يعني ممكن اعادها مع مجلس دارة تحت الكورت القناة كان كابتن براكات قبل ما يسافر فانا كنت حاس ان هو يعني مش عايز يكمل وهم ما كانش عندهم الرغبة كمان لما سامعوا رأيه ان هو مش عايز يكمل هو اللي مش عايز يكمل اه وهم كمان يعني خلاص انت واحد مش عايز يكمل خلاص وبعدين كمان كانوا متمسكين بي جدا وقالوا طب ندقي فرصة اسبوع نفكر وتفكر على اساس لو فيه قرار مبقاش متسرع لازم يكون فيه ترائز في القرارات دي ان هو مدرد كبير طبعا اتحاد الكورة مقتنع بي جدا وزير الشباب طبعا مقتنع بي جدا وشوفنا طبعا دكتور عشف صبح كان بيتكلم عليه بشكل كويس اعضاء مجلس اتحاد الكورت القدم كل ده عدى الاسبوع لقينا القرارات يعني هو طبعا اخدوا قرار توجيه الشكر لمستر كيروش وتوجيه الشكر لمستر فينجادا معاني فينجادا كمان عقده هيخلص في شهر مايو شهر خمسة فتوجيهات الشكر جات ممكن سريعة شوية وتفاجئنا بيها النهاردة كلنا بعد الجماهير في مصر بعد الجماهير في مصر كان لها اراء ان هو ما يكملش لان بيقوه يا زي ما احنا شوفنا كلنا وده الواقع ان مصر كوروش مدرب كبير وكل حاجة انما ما كانش فيه توفيق مع المتاخد بطولة عربية خرج منها بطولة افريقيا خرج منها تصفيات كاس عالم اللي هو كان وعدنا بيها خرق ما صعدناش ما مصنغال كانوا مستنيين رأي الاتحاد الفريق او الفيفا ان هو يعيد المباراة ده كان تالي من الصعب جدا احنا بس اللي بتعدينا المباراة امام زمبابوي ساعة الطوبة فاكرها ولعبنا في اليوم امام كابتن جورا رحمة الله علي وامتل الفاصل في الخاص بالمباراة كابتن ان احنا الشاكل اللي قدناها هيكون في يوم واحد وعشرين احنا نتمنى لو حصل عند ربنا يبقى مدير في عيني بقى اه طب انا تماني انا تماني وده كان حوار ما بين مجلس ضحيحات كرة القدم وكيروش طب او زبرشها لما نشوف الكرار يوم واحد وعشرين ونشوف ممكن المباراة عادة فالامور عارف لازم تتحسم ده ده دولة ده مصر مصر بلد كبيرا واحنا طبعا ملوك افريقيا واخدين طولة افريقيا سبع مرات وواصدين كاس عالم كزا مرة فاحنا المفروض ناخد كرار عشان برضو تعرف تشوف وتزبط نفسك قبل البطولة الافريقية تصويرات طولة افريقية اللي جاي احنا مستقلين طبعا